البنك الاهلي في الجولة العشرة وبهدفين مقابل هدف واحد بينما فاركو طلق ست خسائر كرة الى جبنة داخل منطقة الجزاء من صناعة سافيولا ثم كرة عرضية هدف اول لفريق المقاولون العرب هدف اول لذياب الجبل عن طريق عبد الرحمن خالد جبنة يسجل مع الدقيقة الواحد وثلاثين يصبح فريق الذئاب هو اول من فتح الابواب وباب التسجيل يفتح عن طريق تمرير سافيولا وتنفيذ مطقن وبدقة وبفن من جبنة اسكنها في الزاوية اليمنى لحارس البرمى محمد سعيد شيكا كرة عالية خدعت شيكا سكنت في الزاوية اليمنى وفي الشباك من الداخل في الشباك الجانبية من الداخل حركت الشبكة وحركت المشاعر وتعلن عن فرحة اولى لفريق المقاولون العرب من الماضي كرة عالية من ركنية داخل منطقة الجزاء الى شكري نجيب ابعدها دفاع فريق المقاولون وصلت تاني ومن جديد احمد صغيري بكرة عرضية يطلع فاروق الاطول صاحب 192 سنتيمتر من داخل منطقة الجزاء لكن لسه ما زالت الخطورة مستمر عند رزقي حمرون الى شكري العرضية من جابر كامل داخل منطقة الجزاء راحة وصلت تاني عند احمد عود الى عمر جمال استلم داخل منطقة الجزاء تواجد ازرق ليه فاروق وتصويبه لك الابو سعود يطلق تعود من جديد بالتعادل اسرار 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 واي اسرار واي عزيمة لدى لاعبي فاروق في العودة من اجل ادراك التعادل يتحقق الان هدف التعادل عن طريق رزقي حمرون رزقي حمرون جعل المدرجات برتقالية اللون جعل المدرجات برتقالية اللون بالفرحة اللي اعلنها عن هدف التعادل بالفعل هي مدرجات برتقالية اللون بعدما سجل رزقي حمرون في الدقيقة الواحد واربعين هدف التعادل فيه إصرار فيه تحدي فيه عزيمة من أن أغلب فترات هذا شوت كان الأداء فيه منحصر في وسط ملعب شوف الإصرار صغيري عاد الكرة رحت إلى أحمد عوض استلم عمر جمال أوجد لنفسه مساحة رحت إلى محمود حمادة هنا التصويبة لكن يتقلق بصعود عادت من جديد شكر نجيب أعاد الكرة وهيئها بكرة عرضية في اتجاه رزقي حمرون اللي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك أكثر من لمسة أكثر من لاعب محاولات لعبي فريق المقالون رغم الكثافة العددية من داخل منطقة الجزاء في إبعاد الكرة لكن تفوق على الثنائي أوشايا وأحمد علاء وترجم الكرة في الشباك رزقي حمرون يوقع على هدفه السابع في الدوري هذا المسلم ليصبح على مقربة من التساوي مع مابولولو لعب الاتحاد السكندري وأحمد الشيخ لعب غزل المحلة ولكل لعب تسع هدف في صدارة الهدفين كرة الهدف من خلال لقطات محمد سعيد شيكا ولدينا خمس دقائق وقت بدل ضع أعلن الحكم الرابع عمر رمضان عن الوقت المحتسب بدل ضع بناء على إشارة لقام الحكم النقاء الحجم محمود البنة كرة ومازالت مستمرة ارتدت من على خط المرمى كرة ومحاولة كانت لفاركو لتسجيل أدف ثاني مع الثواني الأولى من الوقت المحتسب بدل ضع أه ملعوبة لعمر جمال ثم لمس الكرة ومحاولة انفراد من عبد الناصر ديمارية هو اللي اصطدم في الأخير مع الحارس محمود أبو السعود تهيئت الكرة من جديد لكن أبعدها دفاع فريق المقالون وتحولت إلى ركلة رقرية لصالح فريق فاركو عمر جمال من أعلى نقطة يلمس الكرة اللي تهيئت لعبد الناصر ديمارية أبو السعود خرج في توقيت مناسب يحسب لأبو السعود صاحب الخبرات الكبيرة الموسم الثامن له مع فريق المقالون بعد عودته إلى ذئاب الجبل من الأهلي المدافع أحمد علاء اللي يحسب له أنه التوقع ولأول مرة يتم استدعاء محمود البنة من قبل حكمي تقنية الفيديو ومصطفى متحة لصالح فريق فاركو محمود البنة بعد ما شاهد اللقطة يحتسب ركلة جزاء يحتسب هناك أربع ركلات تسجلها فاركو من قبل رامي صبري وحوار مع أبو السعود فاركو رامي يصنع الفارق ليه فاركو رامي صبري يصنع الفارق ليه فاركو حط الكرة في المكان اللي يصعب الوصول إليه في الزاوية العليا اليمنى مع الوقت المحتسب بدل ضائع رامي تقدم بالقدم اليمنى سددها قوية في الزاوية اليمنى العليا راح أبو السعود حاول أن يتصدى ولكن كان في صعوبة في أنه يمنع الكرة القوية المسددة بيذيء السرعة وبيذيء الطريقة وبيذيء القوة نجح رامي صبري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر